موسيقى ثم لما جاءت الربيع العربي لا يمكن أن بعد أن أقبل هؤلاء الناس وأحاول أن أستفيد منهم لمصالح المسلمين عملت هذا مع معمر القذاف وعملت هذا مع بشار الأسد ولكن حينما يأتي الربيع العربي يريد أن يعيد للشعوب حقوقها لماذا يبقى بعض الناس متحكمين في البلد ولا يطحين حقيقة الدموقراطية والشورى والحرية للناس ومنحق هذه الشعوب أن يكون لها حريتها واختيار حكامها لماذا المسلمين يفرض عليهم حكام يظلون يحكمون في ديارهم وحياتهم ودمائهم وأعراضهم وأموارهم يعني ف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر